مرحبا تكون 갖고 تحبان كم الكاملة مرحبكم فأتكون الموحدة وотивتك التولeterminar ويشده الواقع كل شخص الموด düny ممكن بعد احيان يعني يكون كلامكم شوية قاسي. بشوفكم كمان يعني ممكن اما انتو كانت عندكم علاقة ولتي او او الشريك كانت عنده علاقة ولتي وراح توضح لك الامر او وبحث لك الامر حبيبي. يعني ممكن القراءة تكون عكسية. اوكي حبيبي انا يعني بقرأ السيناريو اللي قدامي. اه يعني بشوف بصراحة طاقتكم يعني طاقتكم صريحة صارمة شوي بعض الاحيان بتكون شوي صارمة حبيبي. اه كمان عمشوف يعني بدكم يعني تروح للامر. بدكم توصلوا للحقيقة ما. يعني حقيقة فشل. كيف ما يعني كيف ما كانت الحقيقة بدكم تعرفوا سواء كانت سيئة ام ايجابية. اوكي حبيبي اه هلأ راح نروح يعني للقراءتكم العاطفية هي طاقتكم. اوكي حبيبا راح ناخدها الورقة على جنة. اوكي. عم شوفكم اه يعني طال عندي كوين فوندوس يعني عم شوف بصراحة يعني في العاطفة راح يوضح لكم راح اه يعني عم شوفي انه طاقة عامة اوكي حبيبي. بشوف يعني في العاطفة بشوف يعني شمس ما راح توضح لكم. الشي راح يوضح لكم في العاطفة. بشوفكم اما تركنا علاقة او بتفكروا تتركوا علاقة ما لانها بتحسوا كأنكم مو مرتاحين فيها يعني بتحسوا كأنكم نجو يعني شجارات بتصير شجارة تحسيرة فيها. بشوف كمان اما انت اما شاركة عندكم تعلق ما تعلق يعني جسدي. اه وممكن يعني يكون سحر. اوكي حبيبي ممكن يكون فيكم يعني وناس عندهم سحر. يعني بشوف كمان عندكم تعلق جسدي بشخص ما من الماضي. اكيد شخص من الماضي حبيبي. اه عم شوف كمان انكم يعني هي الورقة. اه بتشوف يعني انتو بدكم تتركوا الماضي وراكم وتروحوا. اه بدكم تتركوا كل شي. كل شي يعني كان سيء في حياتكم بدكم تتركوه. بدكم تروحوا الامام وتشوفوا يعني. ازل حقولكم يعني. بدكم تروحوا وتشوفوا الشي اللي راح بصراحة يعني بشوف كأنكم راح تتركوا الماضي وراح تروحوا. راح تروحوا تشوفوا حياتكم. تاخدوا ناس معاكم يعني الناس اللي بتوسقوا فيهم يعني تاخدوهم معاكم. يعني وتروحوا. تتركوا كل شي وراكم وتروحوا. بشوفكم يعني حسة بحس يعني بشوفكم عايزين هالشهر. بدكم تشوفوا الامام بدكم تشوفوا الاشياء الجديدة. يعني تتركوا كل شي سيء. كل شي مرحلو وتروحوا للامام. بشوفكم كمان عندكم سيطرة على المشاعر حبابي. بتحاول تسيطروا على مشاعركم وبتوصلوا لها السيطرة يعني على المشاعر بتقدروا تسيطروا على مشاعركم يعني تجاه شخص ما. عم شوفكم كمان راح توصلوا للتوازن اه. اوكي حبابي. بشوفكم كمان راح توصلوا للتوازن العاطفي. اه. بكمان يا حبابي. اه يعني عم شوف بصراحة. اه. اوكي. يعني بشوف في الاخر راح توصلوا للتوازن اللي بدكم يا ورح تكونوا انتو منتصرين. يعني في الحالات العاطفية راح تكونوا انتو اللي منتصرين وانتو اللي بقواسن للشي اللي بدكم يا فهمتوا عليه حبابي كيف? كمان يعني 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 ممكن ان ما انتو بدكم تقدموا عرض او شخصنا بدي يقدم لكم عرض اهو هالعرض بصراحة بشوفوا يعني كثير من لكم يعني راح تقبلوا. راح تقبلوا هدا العرض. بصراحة بشوفكم يعني راح تقبلوا هدا العرض. تتركوا كل شيء واركم راح تنزحوا من تعلق اللي كنتوا فيه وبشوف اكتريتكم يعني بدكم صراحة يعني بدكم صراحة هي اهم شيء. الصراحة 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 هالشهر رح يكون عنوانه قريب انا عارف الحقيقة كيف ما كانت. يعني بدكم تعرفوا الحقيقة ما بدكم توصلوا للحقيقة ما في العاطفة في العاطفة. يكون التمن اللي بدكم بس بدكم انتو توصلوا لهي الحقيقة يعني كنتان شو ما كان جرحتوا او انقضرتوا او شيء يعني بدكم توصلوا له خلص. مشان ترتاحوا مشان تعرفوا الاشخاص الصادقة تعرفوا الاشخاص اللي بتحبكم عن جد. لهيك يعني بدكم توصلوا الحقيقة ما في العاطفة. بشوف يعني في الاخر راح تكونوا انتم اللي منتصرين حبيب. فهمتوا عليك بشوفكم يعني انتم اللي رح تكونوا انتو اللي منتصرين. انتو رح تربحوا هاي يعني فهي العلاقة او فهي العلاق يعني بشوفكم انتو اللي رح تربحوا. ورح في الاخر تحتفلوا ورح تكونوا فرحانين حبيبي. رح تكونوا فرحانين ورح تتغير حياتكم. فهمتوا عليه حبيبي? مو يعني مو ذي السيء بس للاحسن. اوكي حبيبي هاي الشيء اللي طالع لي في العاطفة. اه هلأ رح نقول لي طاقة برج السرطان. طاقات هواية وطاقات نارية حبيبي. بشوف برج الحوت. اوكي حبيبي. وطاقات نارية طاقات هواية كتير بصراحة. برج الجدي. اه برج العقرب حبيبي كمان. وبرج الاسد. اه وطاقات هواية طاقات سرابية وطاقات نارية. يعني هاي الطاقات اللي عندكم في العاطفة. اوكي حبيبي هلأ رح نروح. وراح نشوف يعني في في المال وبعدين ماليين وبعدين صحيين. اوكي حبيبي. يعني بشوف يعني هالشهر عندكم يعني بدكم توصلوا لحقيقة ما هي برج الاسد. شوف بحس كأنه بدكم تعرفوا الحقيقة ما وكما ظلات في الورق. يعني بدكم تعرفوا حقيقة ما وبدكم توصلوا بشيما. بس يكون التمن اللي بديكم بس انتو بدكم الحقيقة. وراح تكونوا صراحين هالشهر. رح تكونوا صراحين كتير يعني ممكن صراحتكم تجرح بعض الناس خدوا بالكم حبيبي. يعني ممكن صراحتكم تجرح بعض الناس حواليكم. فهمتوا عليه حبيبي? اوكي. هلأ رح نشوف ماليا حبيبي. اوكي حبيبي. هلأ ماليا بعدين ما نشوف صراحين حبيبي. بحبكم بحبكم كتير بحبي بصراح بحب كان لكل الابراض بحبهم. اوكي 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 اوكي. بقعت ورقة ما رح اخدها. اوه بصراحة عم شوف. شوف المال رح يمشي معكم كتير في البداية يعني اوراق الاولى بتشرف كتير يعني. اوراق كتير حلوحة ضيبة في البداية. يعني شفتوا؟ شفتوا؟ يعني هذا الكرس لليكم كمان بساقطكم وطلع كمان في العمل. او ماليا بسفعة عامة يعني. حبيبي عم شوف انه بصراحة 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 في المال رح تكونوا انتم مكتفين مالين هالشهر. بس حبيبي يعني خدوا بالكم لتسرفوا فلوس كتير على الفاضي. عارفوا وين المال تحطوا وشو رح تخسروا يعني. سهمتوا عليه حبيبي? حاول ما ما تبدير مالك في اشياء يعني اشياء ما تكون مهمة. ما عمتوا علمات بتبيقول تافها بس ما تكون مهمة. فهمتوا عليه حبيبي? آآ بشوف كان الحبيبي انكم هال يعني في المال يعني في المال يعني في المال بصراحة بصراحة تغيرها الورقة اللي برح اخذها بكم. اوكي حبيبي. بصراحة بصراحة بكل صراحة يعني عمشوا انكم انتم رح بشوف بصراحة يعني انتم رح رح توصلوا لسعادة ما في هالشهر. سعادة مالية يعني بشوف السعادة كمان طلع عدنا احتفال في الاوراق يعني العضافية. اوكي بشوف يعني بدكم توصلوا لحقيقة ما. هادي ما رح نزيحها يعني. بدكم توصلوا لحقيقة ما. صراحة يعني بدكم هالشهر وضوح. بدكم والله ما بدكم شي يكون آآ شي يعني يكون آآ كيف رح اقولكم. شي يكون غامض ما مثل الغموض رح نوضعو هالشهر. يعني بحسكم كأنكم بدوا تكون اللي حاولكم يكونوا صريحين. انتم تكونوا صريحين عن دس. في كلامكم. في طريقة يعني تعاملكم كل شي رح يكون واضح هالشهر. اوكي حبيبية بس خدوا بالكم لا تجرحوا بحقيقتكم يعني بعد الاحيان بتكون حقيقة قاسية شوي عن الناس اللي احنا بحولينا وهيك. خدوا بالكم لا تجرحوا حتى بصراحتكم اللي كتير بشوفوا كتير هالشهر بصراحة. اوكي حبيبية بشوف يعني في العمل رح يكون عندكم علاقات كتير هالشهر. رح يكون تواصل ممكن تواصل مع جميع. او طاقات كتير بصراحة بشوف العمل طاقت كتير. رح تتعاملوا مع ناس كتير هالشهر. او كمان حبيبية عم شوفك عندكم رح تكونوا شوي مكتافين مالين يعني رح يكونوا عندكم موفرة. رح يعني رح تهتموا بحالكم كتير هالشهر. من لحياتي يعني المال. رح تصرفوا على نفسكم رح تدلعوا نفسكم كتير هالشهر. كمان بشوف يعني رح تكونوا مرتاحين من ناحية المادة. وبشوفكم تركين شي تركين شي. رايحين يعني تركين شي وردها لكم. كمان يعني في طاقة العاطفة. اه هالورقة كمان طبعنا في قرد العاطفة. رح اخد قرد كمان. اوكي. بصراحة عم شوف ان القروض عم تتكرر. اسفح حبيبي وقاتل كمان. اه عم شوف صراحة ان القروض عم تتكرر. هالواق طلعنا. هالواق كمان طلعنا. نفس الطاقات. بدكم تتركوا شيء وتروحوا. بدكم الوضوح والشهر حبيبي. بحس كأنكم. بحس كأنكم بدكم الوضوح. الوضوح 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 الوضوح. بدكم تكون واضحين كتير حبيبي. هالشهر. اه بشوفكم كمان تركين 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 شيء ولا ظهركم يعني سيء. ممكن يكون رح تتركوا شيء ورح تجيكم فرصة احسن من هالفرصة اللي كنتوا فيها. اوكي حبيبي وممكن يجيكم مال. يجيكم مال على فجأة فهمتوا عليه حبيبي? يعني او انتكم او انتوا رح تجيكم فرصة ورح يجيكم عرض ماليا. يعني رح يكون عرض كتير حلو. خد بالك ما يعني ما تشوف هذا العرض. ممكن تنتقل من عمل لعمل اخر يكون عمل يعني بيقدرك بيعرف مجهودك كل شيء. فهمتوا عليه حبيبي? اه كمان يعني بشوف رح تكون هالشهر رح يجيكم كمان عرض. كمان عرض تحط طالع لي في رغم القراءة متخصة بالمال بس طالع لي يعني عرض يعني عرض يعني عرض عاطفي. رح يكون هالشخص بيحبك كتير حبيبي. اوكي رح يكون يحبكم كتير كتير كتير. وكمان بشوف بصراحة بشوف كأنه. يعني هدا الانسان اللي رح يقدم لك هالعاد بحس كأنه من الماضي هالشخص. اوكي حبيبي اوكي. هدا الشخص من الماضي بس رح يرجع لكم. طبع ليكم كمان في العادة. رح يرجع لكم كان قسر قلبكم زمان بس رح يرجع لكم. ورح يحاول يصلح يعني شيء اللي عملوا في الماضي. اوكي حبيبي. وزي ما قالت لكم يعني في المال رح يجيكم مال ورح يجوكم عرض عمل. احسن من اللي كنتوا فيه. ورح تكونوا مرتاحين كتير ورح تطلعوا للامان ما رح تفقوا تشوفوا للورا. حسكم كأنكم هاشا وعندكم طموح كتير عالي. ورح توصلوا. لما تركزوا على الشيء اللي بيتكم يا. يعني وتكونوا صريحين هاشا. بس ما تكونوا صريحين زيادة عن اللزوم. تكونوا صريحين بس ما هو زيادة عن اللزوم. اوكي حبيبي. وعندكم عرض بس خدوا بالكم متشوفوا هالعرض. اوكي حبيبي. لما توصلوا. لما تجيكم هالفلصة ورح تقبلوا في الشغل في المال او جيكم مال رح توصلوا لله السعادة. يعني رح تكمل السعادة عندكم هالشهر. لو 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 شفتوا العرض لو حققتوا في كل شيء بدكم تعملوا هالشهر. وكزوا في كل شيء. ويكون كل شيء واضح بح توصلوا. بس بأكد عليها ما تكونوا واضحين زيادة عند اللزوم. منشان ما تخسرووا كل الناس اللي بتعرفوهم. اوكي حبيبي. يعني هلأ رح نروح نشوف كمان الصحة. اوكي حبيبي. رح نشوف الصحة شو طاير شو احوال الصحة حبيبي. شو احوال الصحة. اوكي حبيبي اللي يعني شاف القراءة توقعات شهر سبعة. يقول لي ازا توفقت معك او لا ما توفقت معك. طاقات بحب يعني بحب عرس ان الطاقة بتيوصلني ولا لا مو بتيوصلني. بحب اقرار كومنت يعني اجابي سواء ايجابي او سلبي. وتذكر دايما لما نكون ايجابيين حبيبي رح نمصر لكل شي بدنا يا. اوكي حبيبي. اوكي هلأ رح ناخد صحيا. شوف يعني الصراحة هاد الانوان بتاع هالشهر حيكون الصراحة الصراحة الوضوح. حبيبي. اوكي. من ناحية الصحية. صراحة بشوف هالشهر يعني انكم استقرار مادي كسر حيب. بس بصراحة صحيا. هزك انكم يعني بتبينوا الناس انكم جامدين انكم تابتين في الارض. يعني انكم يعني ما في شي بهزكم. بس بصراحة بجواتكم في حزن كبير حبيبي. بشوف يعني بصراحة يعني الناحية الصحية بشوف اكتر شي عندكم نفسي حبيبي. بشوفكم بشوفكم يعني ما بتبينوا مشاعركم اللي جواتكم ما بتبينوا هالي الناس. اوقات بيكون صحر اوقات بيكون غلط حبيبي لانه لما نكون مجروحين ومغدورين في قلبنا ومتقلمين ونخبي شي جواتنا ونظل نضحك وجواتنا يعني عم عم نحترق من جوة ما بنبين للناس هيدا الشي كمان بيأثر على صحتنا ستبين حبيبي. بشوف حبيبي حولوا انكم اي شي اي شي بيزعلكم اعتزلوه. اتركوه في له بصراحة. يعني انا بنصح كل الناس. اي شي بيجرحني وبيخليني يعني بيسحبني الورا. اتركوا مني اقطعوا بحب اقطعوا يعني بموس ولا بسكين يعني اقطعوا وفل. يروح هو وكمل انا. لان احنا لازم نطلع على الامان. مو نرجع الورا. فهمتوا عليه حبيبي? يعني بشوف اكثر شي عندكم يا حبيبي نفسيا. اكثر شي يعني بشوف انا عندكم نفسيا انكم بتراقبوا شخصنا حبيبي او انتم بتتراقبوا من شخصنا. بس بصراحة شايف انا في الاخر راح تطلعوا من هالشي. يعني بصراحة عام شوفكم الحضرة. الحض معاكم. مشوفكم كمان. رحت موتوا هاي الاشياء اللي يعني بتوجعكم وهي رحت يعني رحت عززلوها وتروحوا. بتشوف يعني هاي الطاقة عندي. هاي تقتلوا هالاحزان والشي اللي نجرحكم نطعنكم وكل شي موجعكم رح تتركوه وراح تفلو. اوكي حبيبي? حاولوا ما تتأثروا باي شي حاولوا ما تتأثروا باي شي يعني سلبي. وبيخليكم يعني حزنانين وتعبانين وكل شي. اوكي حبيبي? اه هلا حبيبي رحتكون خلصة قرائتنا. بحبكم حبيبي كتير. بحبكم. اه كمان هنا الطاقات طلعت لي يعني ترابيه وبرج الميزان وبرج العقرب. خلصة قرائتنا.